بسم الله الرحمن الرحيم طالبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل قطع جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ هابيتيا أو هابيشا was the greatest female math and science teacher in the ancient world إبعالي هذه المرأة كانت أعظم امرأة طبعا في الرياضة أو معلم الرياضة وعلوم في العالم القديم she was educated to be a scholar by her father ربية لأن تكون عالمة بواسطة والدها he was a mathematics teacher at the great library of Alexandria in Egypt إبعالي كان مدرس رياضيات في المكتبة العظيمة في اسكندرية في مصر he had no sons لم يكن له أبناء من الصوفيان he decided to raise his younger his daughter إبعالي قرر أن يربي ابنته إبعالي decided to raise his daughter to be educated على أن تكون متعلمة and strong in mind and body وتكون قوية في العقل والجسم he believed that إعتقد أن if girls were given the chance لو البنات أعطم الفرصة they could learn as well as boys فيمكنهم أن يتعلمهم مثلهم مثل الأولاد he also believed in physical exercise for girls هو أيضا أعتقد في التدريبات البدنية للبنات هباتيا grew up to become a brilliant and beautiful young woman فهي طبعا كبرت لأن تصبح امرأة زكية جدا وغميلة جدا she studied with a famous teacher in Athens for a time درست مع مدرس مشهور في أسينة لفترة من الزمن this would be like going to college today هذا قد يكون مثل الزهاب إلى الكلية اليوم she returned home to become the first woman teacher at the library of Alexandria عادت إلى وطنها لتصبح أول مدرس أول مع مدرس في مكتبة الأسكندرية this was a library for writings from Robert the ancient world هذه مكتبة للكتابات من كل أنحاء العالم القديمة it was also an university for teaching and researching all subjects أيضا هي جامعة للتدريس والبحث في كل المواد هباتيا became known for her writing about mass ideas فأصبحت هي طعم مشهورة بالنسبة لكتاباتها بخصوص الأفكار الرياضية she also invented a stable and a plain sphere for studying the stars إذا اخترعت أيضا تاندى جهاز لقياس النجوم أو تحديد مواقع النجوم والسراب وتاندى بلان سفير دي أجهزة بتستخدم لدراسة النجوم she developed a new method for distilling clean water طوارت طريقة جديدة لتقطير المياه النظيفة as well أيضا she also taught her personal ideas هي أيضا درست أفكارها الشخصية which took what she found the best from all religious beliefs والتي أخذت ما تراه طبعا أفضل من كل المعتقدات الدينية هباتيا سيشنج irritated a leader in the city تعليماتها أو دراساتها قد هيقى أو ضيق قائد بالمدينة he arranged to have a mob attack here فأرى التابع لأن يجعل جمهور أو مجموعة من الناس يهاجمونها أشيد روف هيرتشاريوت سروزا سيتي وهي تقود عربتها طانيا العربة لبحنطور خلال المدينة she was killed بطان شرد عرب حنطور تقرها الخيول she was killed قتلت however عن الرغم من ذلك nobody could kill her spirit لم يستطع أحد أن يقتل روحها it lives on today as a model for young girls فهي تعيش حتى اليوم كأنموذج للبنات الصغر أو الفتيات الصغر نشوف الأسئلة وقابتها مع بعض what subject did a plane sphere and an struggle used to study المواد هي المادة التي يجب أن تستخدم في دراستها طانيا تبقى أسترونومي له علم الفلك لأنها خاصة بالنجوم 27 which of the following best describes the library of Alexandria أي من التالي أفضل في وصف مكتبة الإسكندرية طبعا هي library مكتبة ويونيبوريستي وجمعة إبا تبقى D ليا بوس اي ام بي رقم 28 why was habity murdered إبا ليه طبعا هي قتلت هاتبى الإجابة عندي لطرق لشي أنقرد السيتي ليدر إبا يا أغضبت قائد بالمدينة رقم 29 which word the best describes habity إبا لما هي الكلمة التي تصف habity بأفضل طريقة طانيا تيتشر معلمة mathematician رياضية scientist علمة إبا تبقى all of them كل ما سبق 30 the best title for the message can be أفضل عنوان للكطع ممكن يبقى طانيا تبقى habity 31 the underworld raised can be replaced by طانا ريزي لا يربي فاتبى بروت أب يربي 32 هبتي has still regarded as a model example as she إبا لطبعا هي ما زالت تعتبر نموذك يحتزى به لأنها طانا تبقى لطرسي had many good inventions إبا لدي اختراعات عديدة جيدة 33 why was the leader of the city angry with habity إبا له قائد المدينة كان غضبان من habity طانا تبقى الإجابة هنا لطرسي she became known for her writing about mass ideas إبا أصبحت مشهورة من أجل كتابتها بخصوص أفكارها الرياضية شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة